بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزور في الله و المرحبه بكم انشاء الله كامل تكونوا بخير و على خير نمجدكم بفيديو شابه بزاف انتخب الفيديو فيها يمبال سورفيز لي محبي قناة ميليسا كهينا و اوفيا ميسي الكتروميناجي صديقنا لي ديما يجبنا غير جديد اليوم ميسي الكتروميناجي جابلكم هدايا باش نديرو موسابقة فيها تمانية هدايا كي ما راكو تشوفو كان حاجة ماركة حاجة شابه لامارك بوش برا ميكسر كي ما راكو تشوفو بوش و امباتر تانيك لامارك بوش حاجة فريمان سوليد حاجة بطبع حاجة اللي تقعد لكم معاكم ان شاء الله طلحياتكم كيفش نهضر على المسابقة دي كيفش المشاركة حاجة بسيطة او في قناة ميليسا كهينا و محبي القناة اللي ديما يتابعونا اه يعني اه جوست زوج خطوات بسيطة مالاش كامل حين كومبليكي وليشوز اه تروحوا صفحة اه ميسي الكترومينا جيه على الفيسبوك اه ديروا اعجاب الصفحة يعني يستاهل بما انو اه راو قدمنا هدايا شابه وقيمتها شابه و في نفس الوقت جو في القناة في هاد الفيديو بالذات تكتبوا تعليق تكتبوا اه الاسم تاكم واللقب اه وحنا يعني كنديروا القرعة ان شاء الله حنا نتصلوا بكم في اليميل تاكم ولا في يعني في الجيميل تاكم وان شاء الله اه تاتونا اه لقطون تاكم على كل حال الفيزين هما تمانية بايتني الله تونك اه الفرصة رهي مليحة وشابه وهادي بادة الاولى من عند ميسي الكترومينا جي وعدكم انو فيه رح تكون فيها هادية هيلة من بعد ان شاء الله اه شوفنا انو اه محبي قناة ميليسا كهينا وتتبعي القناة يعني سدي جان يستهلوا هاد اه هاد الكادو ويعني قررنا انو كل فترة ندروا مسابقة فيها دي كادو كيما شفتوا حاجة بطبع اذا كيما قلت لكم المشاركة اه صفحة ميسي الكترومينا جيت القولوليان تحول رابطها في صندوق الوصف وفي هاد الفيديو بتات تحطوا الاسم اللقب وتكتبوا اريد المشاركة يعني هاد مكان ان شاء الله حض موفق للجامع الساحب سيكون بعد ثلاث ايام ان شاء الله اهلا كيما را كنت شوفوا جست يعني هاد الحوامل ولا هاد السيبورت تاع الفنجل حاجة خفيفة عجووني بالسفح حبيت نشاركهم معاكم شوفوا كيفاش يعني نقصوا علي الاسباس في الموبل يعني قوليون نحطهم ربحت بلاصة علقتهم حتى يعني كين جبتهم يجون سهلين على اليد انا كنت حابا نديرهم على بره لكن فيهم خدمة شوية على بره بس كو لازم تفيسيوهم ودون كين قدرون نخسرهم ما من الموبل دون حطتهم جوز للداخل جاني تويل البلاك اختائي كيما را كنت شوفوا حاوت خبيت الكيسان بعد ما تغسلوا الله الله ستفتهم بطريقة باش لي اسحق يعني هادو كيسان تالتين يديرتهم مع كيسان تالما لي اسحق الكيسان يجون سهلين تانا فنجلتا قهوها بليكم علقين هتبتني الفكرة عادية قلت بوقوا با جفي في المي باش الناس اللي ممكن يدو نظر عليها اه توجو نذكر ونعود لما بلتعنا السر تالما عن تعوه هو المواضبة على النظافة على تنظيف منخلوش حتى نقولو حاكمين البخوديو ونحكوه نعودو جيس داكا انكو تيفون شاق جو بلو ميليتي سورفاس اي ميليتي سورفاس تحبو تخدمو بها المهم قدمتلكم ميليتي سورفاس اللي نخدم بهم مقبل انا حبيت نهضر معاكم كيفاش راكو تديرو الفكرة كيفاش يكيرو حولتكم رب ان شاء الله يحفظهم كيفاش اكو تديرو معاهم انا سقسيتوني قلتولي وش هي الفكرة لكي تبقيها انا عندي هادا الو ديزنفكتان توت سورفاس اللي يعني معاقم بتاعو تاو 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 تاين بالمياه فاصل تاو تاين وعندي هادا البيتي فلاقان تعال النطوية ايقرا اللي كنت هدرت لكم عليه اللي نقوا به اه بان يعني ملا مارك باك دوري فلو انا غدا وش ندير هاد اللي بو تايما نرميهمش بمأنهم يعني صغار هاي لين يوالموا للاستعمال اليومي هاوليك نفتحهم ونعمرهم بالبخودوي لديزنفكتان سكي بيان سيكو يتغلقوا يعني اللي بو شانتاعو يتغلق باما ملا كان القرعة يعني ما تسحش هدا هو اللي نعطي الولادي بيانسور معا الوجال المعقم هادو هما اللي بخودوي اللي نعطيهم لهم ننصحكم تديرو نفس الفكرة يعني اه بلا هدناك يروحوا اللي كل طاب لا ليقعدوا لها ما لبناش يكون كا نقعد عليها نديلهم توجو هاكا ان شيفون دي كي تجو يتغسل وإلى ديرو دي لانجت اه ويعقموا الطاولة تحهم بلو بخودوي وكي كملوا يزيدوا يمسحوا يديهم بلو الجيل اه ولا المنظف حكدا باش ان شاء الله ربي يكون معاهم احنا نديرو قال احتياطة تعنا ان شاء الله هادا كلو شيفون ما تخافوش منو يتغسل لانو اي حاجة تكون فيه يعني تكون تحقمت خلاص يعني ما نخافو حتى حاجة وإلا اللي توسوس يدير دي لانجت جتاب فعلا انا حبيت نتقسم معكم هاد الفكرة نظن انها رحة تنفاكم وهنا كي ما راكوا تشوفوا راني معا لنتوياج اليوم مدد الميليزة بسكسيو الويكان تقول لها انت ايا ديرينا لكود اسبيغاتر اه وبيانسور كي ما تعرفوا ايلين كل ما تسمع الاسبيغاتر جي قاتلكم اهنا لنا سبيري ايوي انا حبيت برك نجاوب الاخوات اه اللي اه سقساو اه ميسي الكترومين اجي وحبوا يدو عليه اه الاسبيغاتر يعني الامام كما ليديتو عنها انا ليديته هو كات اه روانتا كات اه حبيت نقولكم بلي هوا دركا راح جيب جديد عليها اللي هوا 4 اتوال او 5 اتوال حاجة كما نقول لكم من نوع راح فح فيه بلوس دكسيسوار اكتر من هادا وبيسان عليه اكتر واكتر وسكيا بيانسك حتى السعر تاعو خير من السعر اللي ديتوال له انا يعني ناقص عليه كينتا تخونتايا كينتا تخونتسيس وكينتا تخونتنوف اللي فيه كامل اكسسوارات اللي يعني متوفرين في هاد المركة روانتا كيما قلت لكم 4 اتوال 5 اتوال من احسن واحدة واخر يعني صيحة في عالم هاد الاسبيغاتور في المركة روانتا لانو كين يبقى روانتا هو الرائد الاول في الاسبيغاتور في المكنسة الكهربائية انا عمري من دمت عليها يعني او كونت خير ربحت صحتي ويعني افو فاغ افو فاغ وش يعني اصبيري والله غير امبوسيب نخدمو هاد شي قد من سيق وقد من جبدو لكن اصبيراتور هو رحمة يعني نقصت علينا بزاف لما لدي غير اصبيراتور الامارات التنفسية من هار دخلتو نتمنى ان شاء الله انكم انتو متانة كامل يعني ربي يرزقكم بواحد كما هو وهادي هما الجوائز اللي قد كم عليهم كان تمانية هدايا من عند ميسي الاكتروميناجي كما قد كم كان ربعة باتر وكان ربعة ميكسر لانك لما كبوش غني عن التعريف ان شاء الله تكون منحدكم يا ربي وليما اربح شالد الخطر يزيد الربحين وتخفوا المهم دي سي تخاجوا ان شاء الله يتم الاعلان يلا شاركوا بقوة ان شاء الله هنا حنتقاس معكم الحلوة اللي وعدكم بها حلوة الطابع انا قد كم نتقاس معكم الحلوة واتفاجأت انكم بزاف بعد تولي راني نستنى وفي الحلوة ايالوكو انا درتها لكم في يعني من زمن في القناة نبأس نزيد نحط لكم روابط في القناة ومعليش اوز ما صورت لكم كي كنت نخدم والفت نرفض الكاميرا كي كنت نخدم ربعة حبات بيت كاتخزو قرصة ملح ما ننسوهاش كاس سكر ايكاس عندكم كاس تغازو كي ما نقولو احنا وشوية تعالفاني انا درت الفاني اللي كيت فالتقدو درو الفاني انبودر اه دنك كاتخزو الاخوان اللي حبو يسمعو الوصفة ان فرنسي كاتخزو ينبنسي دو سال انفر دو سكر والا ايبينسور انفر دو اكاس تزيد اللي نزيدو خير بشوية انا في الاول انا دربت بالفو ولكن جاتني يعني الفكرة انو لو ندرب هاد الميلانج بالباتر حيطاني نتيجة احسن حيطاني يحلو الطابع خفيفة يعني ما تجيش مدكسة ما تجيش معجنة ايه افكتيف دربتها بالباتر وفي نفس الوقت كي كملت هنا يعني كان يخصني باقي مقطع هو يعني هاداك الميلانج ولا بيض فريمان صفر بين صفر البيض هنا ازدت الفارينة الفارينة هنا على حساب بينما كيفاش تحسو البات في يدكم يعني تبدأ وتنشفو بشوية حتسقام ملتكسة ثلاثة كيسان حتى الاربع كيسان تالفارينة ومينسور ما ننسو شوزو تشكاير تحمر تالحلوة دو ساشي دو لوفيو شيميك المهم انتوما نحن كيسان تالفارينة كيسان يعني اضح زوج كيسان فارينة وكيسان وزدت ما مهما في مهم لجينا لجينا خفيفة واجينا شابة نفرش يبدو هنا كي ما نرى في نحن نضيف سمكة الفارينا كما تحبوه يحب حلوة الطابع طلعه بيان و يجب ان تضيف حلوة تطبعوا بيحل حلوة تديروا الاشكال اللي حبيت نجمة هلال و شو نقولكم طوابع راهي ارفض يدك برك رامي يتبعوا اشكال و الوان في السوق انا دهنتم هنا بحبها بيت كاملة ضربتها بيانكم يفوق مع شوية تاع لفاني و شوية تاع القهوة علاش بش تعطينا هذيك اللون شباب اللي نحبوه في حلوة الطابع اللي هو يجي اللون حمامر طيبت حلوة الطابع و شو نقولكم انا ما قدرتش نستغنى على فرن تلمسان يعني كنت نستنى غير يبدأ يبرد الحال نعود نرجع لفرن تاعي في الكوزين اللي هو لكن صدقوني ما قدرتش نستغنى عليه و لفته و لفته الخدمة فيه نربح بسف الوقت اخوات اللي الدولة فوق هذا فرن تلمسان نقول لكم بصحتكم و درتو انتخاب على فرن كيما انا درت انتخاب على فرن لي رامي سقسوني يقولوا لي وش تنصحينه اسكندو هادا و لندو اغيستون انا نقولكم للامال انا عندي اغيستون و عندي هذا يعني كاين حوايج لكل واحد و مقدوره اللي ما تقدرش يعني تشري حاجة غالية هادا راهو يعني رخيص و متندموش عليه يطيب و روعد روعد عرفت انه يعني لابلو باقت الحلواجيات يخدموا به و يخرج لكم الخدمة بطبع لانه يسخن تخبيا و شوفوا اللون يخرج هنا انا جتني حلوة الطابع فيه و شو نقولكم يعني خدمت حلوة الطابع من قبل في الفرن لكن الله اعلم عمري ما جتني حلوة الطابع شابة و خفيفة كما هاد الفرن اعليش لانه سخنتو تخبيا شاحتلو من فوق و من تحت و مامتون و بعد دخلت حلوة الطابع طفيت لها من فوق و خليتوه طيب من تحتها ريقليتو على النار قليلا شوية يعني متوسطة سكي بيا فاد الفرن ليس قسوني قالو لي اسكويت ريقلا سكو نقصو النار ازيدو كي ما تحبو و طابت و شو نقولكم واحد اللون كي شفتها طابت لي مل تحتها رفتها كالحبا مل تحتها كما راكوا تشوفو هاكدا شوفوها كي تشوفوها مل تحتها يعني ولاد دوغي شعلت لها من فوق و طفيت مل تحت جتني حلوة الطابع و شو نقولكم بالطبع و بالشن حلوة الطابع تعتبر من الحلويات التقليدية المحبوبة على قلبنا شكون ما يحبش حلوة الطابع تربينا عليها من اللي كنا صغار قدما نديرو الحلويات و قدما نعجبوه و نحطوه تبقى حلوة الطابع يعني هي من الحلويات اللي عمرنا ما استقنوا عليها في المائدة الجزائرية نتمنى ان شاء الله كل واحدة تحافظ على هاد الحلويات التقليدية على بالي مكاش واحدة فينا ما عندهاش ذكره مع هاد الحلوة اذا ماشي هي الزوجتها المهم ذكريات لا تنتهي و لا تنسى ما تنسوش نفكركم و نعاود ما تنسوش طرحوا تشاركوا في المسابقة باش ان شاء الله تفوزوا بالثمانين جوائز اللي رايت سننا فيكم حد موفق وساعد كل الناروا بيطلقوها في صندوق الوصف تالنا في الوحديكم بونكو غاج حد موفق و سلام سلام